موسيقى أعزائي أعزيزاتي المشاهدين والمشاهدات صحية من الأعماق ويومكم سعيد من المعلوم أن حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية حقق طفرة نوعية خلال الانتخابات البرلمانية والجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر في أجواء استثنائية وطنيا وعالميا وقد أحرز الاتحاد الشراكي بمدينة فاس أي بمجلس فاس على تسعة مقاعد ويفجع الفضل في ذلك أو في هذا النجاح إلى التدبير المحكم للانتخابات الجماعية والبرلمانية إلى الأستاذ جواد شفيق الكاتب الإقليمي وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشراكي وتلاحم المنتخبين وكافة الاتحاديين والاتحادية بفاس وقد عقد أحزاب الاتحاد الشراكي والطام والأحرار والاستقلال اتفاقية من أجل تسيير مدينة فاس على أن يتولى حزب الأحرار الرئاسة لحصوله على سبعتاش مقاعد بمجلس المدينة وحزب الاستقلال حصل على 13 مقعد والطام على 12 مقعد في حين أحرز حزب الاتحاد الشراكي على تسعة مقاعد وقد تم الاتفاق أيضا على أن ينال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية نيابتين لرئاسة وكاتب المجلس ونائبه وخلال انتخابات أعضاء المكتب المسير لمجلس فاس يوم 20 شتنبر تم خرق الاتفاق وحرم الاتحاد الاشتراكي من الكاتب ونائبه بعد أن انضم إلى التحالف حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية غير أن المستشارين الاتحاديين والاتحاديات عقدوا اجتماعا مع الكاتب الإقليمي وأثروا على مواصلة التحالف خدمة لمدينة فاس ولساكنتها وعسى أن يتم إنقاذها من التهميش الذي طالها خلال السنوات الماضية وفي يوم جيش أكتوبر عقدت القيادة الاتحادية عقدت القيادة الاتحادية بفاس ندوة صحافية سلط فيها الكاتب الإقليمي جواد شفيق الضوء على أجواء الانتخابات والآفاق المستقبلية للمدينة في ظل التحالف المذكور بالإضافة إلى إجابته على الأسئلة التي طرحها الإعلاميون الذين حضروا الندوة بكتابة حيث قال أشترككم جزيلا شكر على تلبيسكم بدعوة ديالاتحاد الاشتراكي اليوم لحضورة الندوة وتنعتدر كثير الاعتدار منكم على الوقائع الوقائع اللي غير لائقة بحيث بحل التحال الشراكي ومناظرية واللي بدأينا بها والأسف شديد ولكن اللي نبغين أكد لكم وأنه كما لحظتم أنه يعني هذه أحدث وقائع معزولة اللحظة للتجاوب ديالاتحاديين بصفة شبه مطلقة في رفضهم لما وقع اللي نبغين أكد لكم هو أنه نحس باعتزاز كبير أن المجهود اللي بدلوه الاتحاديين سنتين مضاعش أطمار نتائج طيبة جدا كنا نتمنى أن نكون في وضعين أفضل وطموحنا كان أن نحقق نتائج أكبر من ما حقناه ولكن كيفما كان الحال أن تأتي من صفر مقعد إلى عشرين مستشار وبرلماني فهي ماشي شي حاجة سهلة نحن يمكن للحزب الذي خلق المفاجأة في الانتخابات بمدينة فاس نحن الانتخابات لفات كان لدينا صفر مقعد في كل المؤسسات اليوم نحن لدينا عشرين مستشار عندنا ربعة مجلس العملاء عندنا نائب برلماني فاس الجنوبية وعندنا مسؤوليات في كل المقاطعات عندنا نيابة الرئيس في مجلس المدينة وفي كل المقاطعات وهذا شيء مفرح التزامنا الأخلاقي هو أننا المناظرين ديالنا المنتخبين سيكونوا رهنا إشارة أولى رجال الإعلام وأبوابهم يجب أن تظل مفتوحة وهواتفهم يجب أن تظل مفتوحة في وجه رجال الإعلام لتنويرهم وليمديهم بكل المعلومات لأنه تدبير العام هو واحد الأمر اللي يخصو يكون عام بالناس وفيه المعلومة وفيه الوصول إلى المعلومة والخبر سواء كانت إنجازات أو عرقيل ومشاكل أو مشاريع هذه المسألة الولايات كذلك سيظلون حريصين على أنهم يمتلوا حزبهم وأنتم ترون على اليمين السعبد الرحمن يوسفي الرمز النزاهة والأخلاق يمثلوا حزبهم أحسن تمثيل بكفاءة بأخلاق بنظافة الدم وبدفاعهم المستميت على المواطنين وعن الصالح العام وعن مدينة فاس فاس لك تستحق الأفضل فاس دوزت سنوات عجاف ديال الفشل ومدر فيها ولو نتمنى أنها تنطلق المناظرين ديالنا المنتخبين غيكونوا رهن إشارة السلطات العمومية معتال يدوه ونحن لا تصفقش نحن شركاء في هذه المدينة كان سلطات عمومية كان إدارات كان منتخبين آخرين كان مؤسسات ديال الدولة خسنا نتعاون معها لأن فاس لما تعاونش عليها الجميع وأقول الجميع بتواضع بتكامل بتعاون ما غير يمكنش نجزوش حاجة للمدينة فاس فاس المدينة ديال مليون ونص ديال السكان فيها نسبة كبيرة ديال الشباب أنا لا أعتقد بأنه الجماعة قلت لكم الجماعة عندما هام أساسية الإدارة الجماعية تكون قريبة من الناس تكون ضيفة تكون إيفيكاس تكون القادمات ديال القرب النظافة أولويات الأولويات النقل الحضري ما بقاش مقبول فاس أن كين مناطق آهلة بس كلمة كيف يوصل لش طوبيس المرفق العمومي الجماعي والنقل الحضري مسؤولية للجماعة تصل لأي ساكن وخي يكون فيه في أي بلاسة ما بقاش المبرر حقا ما شيرون طب المرفق العمومي ما فيه المنطق التجاري فيه المنطق ديال الخدمة العمومية أولا القضية ديال النظافة كذلك القضية للإنارة العمومية قضية المناطق الخضراء أنتم تشوفوا شارع محمد الخامس كتكون دير فيه يعني جميل جدا أو شارع الحسن الثاني جميل جدا ولكن الإنارة بحل يشعلين شمع أنت تتخاف تتقريسة والنصوص الشارع القضية للأمن لا بد أن نجددها باسم الانتحاد الشركة التنويه بالمجهود الكبير الذي بدلته الجهزة الأمنية بهذه المدينة لمعالجة الصورة التي كانت لمزينة على فاس في هذا الجانب تم تشفيف منابع وبؤر كبيرة ديال 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 انحراف وديال الإجرام وديلكذا وهذا المجهود خصلا عرضته كلنا بتوفير ما يكفي من الإمكانيات لرجال الأمن وطبعا بطبيعة الحال لمقاربة الأمنية لا تكفي بوحدها الأمن الضروري ولكن كل ما كان هناك أمن اقتصادي وأمن اجتماعي إلا وحققنا النسجان المجتمعي إلا وحققنا الهدوء إلا وحققنا التناغم بالمكونات ديال المدينة باش هدم دينا للربطول الماضي فاسرة تبارك الله 12 القرن ديال السياسة هنا تخلقت الدولة المغربية هنا بدأت السياسة هنا توقعت العريضة ديال المطالبة بالاستقلال وهنا توقع العقد ديال للخماية شو على مفارقات وهنا بدأت كتلة العمل الوطني بدأت هنا في 1934 فهذا فاس صحق أفضل مما عاشته سياسيا وعلى مستوى النخبة وعلى مستوى الاقتصادية وعلى مستوى الاجتماعي وفاس لا يمكن إلا أن تكون سعيدة بالمقام الطويل لجلالة الملك بين ظهراني أهلها وهدفه تكريم لهذه المدينة وفي عناية خاصة ملكية سامية فاس مشاركات في انتخابات الأخيرة واختارت من اختارته أنا عندي اليقين بأنه فاس ستعرف نهضة قوية تحت الإشراف المباشر لأنتم تلاحظوا المشاريع المدينة في فاس المدينة كيف حولت الوجه المدينة العاتيقة لفاس ومستمر اليوم تسعود المليار درهم لتصرفات فاس المدينة ومازال إمكانية كبرى عندي اليقين بأنه فاس في السنوات المقبلة ستعرفوا تحولا والأخير اللي بغي نقول هو أنه دور لا أنا حاش لله أنا أعطي الضروس ولكن أنا أعتقد بأنه رجال ونساء وشباب الإعلام أنا سعيد جدا أننا نشوف فئة الشباب الإعلاميين لما يمكن الفاس لا تفتخر بهم تنظوركم كبير جدا خليوني من ذلك الصحفة في المضرب تلق رأيسي لدم وكذا وقفوا مؤامرات ونجزوا تغييرات الصحفة دوركم كبير وكبير وكبير جدا في التوجيه في التنوير في التثقيف في فضح الفاسدين في فضح الفاسدين وفي التنوير بالناس اللي مزيانين وبالأخيار اللي قيتقدمون فألف ألف ألف شكر لكم اتحاديا أنتم لحظتم سعداء بنسبة 99.99% سعداء بما أنجزوه وعندي اليقين بأنه إذا حافظوا على نظافة ديهم وعلى نظافة حزبهم وبقوا قرب من المواطنين ومن الناخبين من الاستحقاقات المقبلة سيقولوا الاتحاد كلمة عالية أخرى وسيكونوا في مقدمة الأحزاب رغم ضعف الإمكانيات ورغم الموارد لعلى شعب ضعف الإمكانيات وضعف الموارد الغذاف المالي اللي ترصد الحزب يكون من أجل الاستحقاقات 30 مليون سنتم وأنا كان أكد لكم مرة أخرى أنه رئيس المقاطعة وكيل لائحة المقاطعة عطاه للحزب 15000 في درهم ورئيس لائحة للجهاز الدكتور هشام العالمي عطاه الحزب 10 مليون والبرلمانيين عطاه من الحزب 10 مليون 10 مليون 30 مليون أنا كان عارفا أن أحزاب كانوا يفترون بها في صباح 30 مليون فرقها في صباح غيب يقول بسم الله نحن 30 مليون التي أعطنا الحزب وكلها تحولت الحسابات البنكية لهم أنا رفضت أن أستلم أي سنتيم من الحزب أي درهم من الحزب كلهم تحولت لهم هذه المبالغ المالية للحسابات لهم وهم مطلوب منهم بطبيعة الحال وكما ينصوا على ذلك القانون داخل أجل ستين يوم بعد نهاية الانتخابات ستطلب منهم أنهم يقدموا الحسابات لهم للمجلس الأعلى للحسابات وإذا لم يقدمها سيفقدون العضوية لا يوجد حال أن هذا كان يتعاقب وقدر له غرامة هذا القانون جديد فيه إذا لم تقدمت الحسابات لك تسقط عنك العضوية لأن هذا تمويل عمومي أعطيها لك الدولة وعندما أعطيك الدولة وعندما أعطيك جوجد الفرنكات ستقدم الحساب في صرفتها 30 مليون لا يوجد موارد لا موارد لنا إلا تضحيات المناظرين وهذا يعطيه ريال وهذا جوج وهذا عشرة وهذا كده وكذلك يبلكم هذه المقرة ستين عام ومفتوح وأصررنا أنه يبقى مفتوح رغم الإكراهات ورغم أنهما كنا مثل التفحجة ولكن العزيمة ديالاتحادين الإيمان ديالهم بأنه الأحزاب الكبيرة يمكن تشيخ يمكن تمرض ولكن لا يمكن الانتحاد شكرا أعزائي لا تنسوا الانخراط في قناتنا وذلك دعم لخطنا التحريري البعيد عن الإطارة والأخبار الكاذبة إلى اللقاء في فرصة أخرى موسيقى موسيقى